السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن الزكاء الاصطناعي الاشتراكي. ليه اشتراكي؟ طيب. الصين عندها بتصرف مبالغ كبيرة جدا على الزكاء الاصطناعي. مش عايز بحد يسبقها في المجال ذوت لان هي حاسة ان ممكن حد يسبق في الزكاء الاصطناعي وهو اللي سيطر على اقتصاد العالم. فتصرف عليه بشكل كبير جدا. وبتلاقي عندها بدايل لكل حاجة موجودة عند امريكا لكن هي مغلقة على نفسها. يعني التكنولوجيا الخارجية ما بتحبش مثلا حد من عندها او قاعد عندها حتى لو زائر يستخدم الفيسبوك او تويتر او لينكد ان لأ هم عاملين نفسهم وقع خاصة بهم. ما عندهمش بيبال عندهم برامج خاصة بهم. فقوم بقى على نمازج اللغة الكبيرة اللي الام زي الشاتجي بتي و جيميناي. بدأت عندها حاجات خاصة بيها. روبوتات درداشة خاصة بيها. هي اللي بتغزيها. وهي اللي تتأكد ان كل الكتب اللي هتتغزى بيها. تكون موافقة لسياسة الحكومة الصينية. وكلها مركزة على الفوائد الموجودة في النظام الشراقي. وتقلل المخاطر الناسبية وفيه مراجعة لكل الشتاء الشات دوت. وتبدأ انها تتناقشوا. وفيه حد بيراب عليه اسمها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين اللي هي CAC. دي الجهة المنظمة للانترنت. ففيه فلاتر. تمام؟ بحيث ان لو حد سأل اي اسئلة متعلقة لموضوعات حساسة. موضوعات سياسية. بتتكلم والعزب اللي عن رئيس السيني شي يانج بانل. يبدأ ان هو يعمل تصفية امنية. ويبدأ ان هو يشيل اي معلومات موسيقى. ويبقى قاعدة البيانات كلها من رأيي واحد بس قوة الزكاء الصناعي الاشتراكي وقوة النظام الاشتراكي. وممكن لو سألت اسئلة محرجة شوية زي مثلا في احتجاجات مدان السلام السماوي سنة ١٩١٨. يقول لك لا لا انا مش مسؤول ما هنفعش يجاوب على الاسئلة ديت. وإدارة الفضاء الالكتروني بتحاول تقلل الى جوابة اللي زكاة الصناعية ما يقدرش يجاوب عليها. لا يجاوب عليها من وجهة النظر الاشتراكية بحيث ان يقول لهم لا ده كانت حاجة كويسة وكان هدفها كذا غير الاشعاعات اللي موجودة. ويبدأ يطرح وجهة نظر واحدة. زي ما قلنا دي مشكلة الزكاة الصناعية. مش ان زكاة الصناعية هو اللي يبدأ يسيطر لا حد ثاني يخليها نحاز لفاقة معينة. وكنا قلنا ان ممكن نجي حاكم طاغية يخلي الزكاة الصناعية دوت خادم تحت رجليه بحيث ان هو يقدم المعلومات اللي هو عايزها. زي ما حصل في رواية عالم مراع جديد و1984 وقصص الديستوبيا. وطبعا كل المنصات تاعت التكنولوجيا اللي موجودة في الصين هتبقى فيها نفس الفكرة دي. وجهة نظر واحدة. وطبعا صعب انهم يفقوا ان احنا وانت موجود في الصين تستعمل جيميلاي وشاة جي بيتي فلما تتقالوا عن ديمقراطية اقولك انها حاك كويسة. لأ حاك كويسة ايه. انت عايز ديمقراطية ولا عزو بالله. ده شخص ديمقراطي. فكل الدول اللي هي تحت هايمنة الصين وسيطرة الصين. لازم تستخدم روتات الدرداشة زكاة الصناعية. زكاة الصناعية الشراكية بحيث ان بقى ليك نفس الافكار ونفس الاراء.